السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون الخرجة الأخيرة عبدالعزيز الرحابي ديبلوماسي السابق تعهد قيوس ووزير مطرود من عند بوتفريقة هذه 20 سنة والراجل يحوس على منصب على سرابونتانكش ما يقعد مع العراية الخرجة هذه ما كانتش باطن اليوم مصادر عسكرية لا يرقى لها أدنى شك تتحدث على تعيين عبدالعزيز الرحابي كوزير أول في الحكومة القادمة اللي راح يتم الإعلان عليها في خضون الأيام القليلة القادمة تم اتخاذ القرار منذ أسبوع أثناء اجتماع جماعة الشنقريحة وتوفيق وخالد نزار هذو هما الفاعلين الحقيقيين حاليا اجتماع تم في دار توفيق وبما أنهما جيران مع بعضهم دار نزار بجنب دار توفيق وشنقريحة بعض بضعة ميترات ساكن قدامهم وهذا تم باش يكسروا محاولة تبون اللي حاب يدير بالجود كمان وزير أول وكنت كلبت عليها وكانوا اجتمعوا الخميس اللي فاتت في دار توفيق وهكذا يعني راح تكون فيها كما أقول كلهجوم الموضاد هو أنه بالجود ما عندوش يعني صفة ويلاقى الخيوط صحاح اللي يأهلوه باش يلعب في مقدمة عصابة العراية يجبو يبقى عريان من الصنف الثاني يعني دائما ما يقبلش يكون من القدام دائجا بتبون حاطينوا عريان من القدام أراهو مليح سمعت هو يقبل ماريونات تبون ما عندوش الحق باش يشكل فريق ولا تاقم اللي يكون يعني يعول عليهم يبقى دائما ماريونات بين يدين اللي رامت خبين مورسي دار هذي قاعدة وبالتالي تم تعيين عبدالله الزرحابي عبدالله الزرحابي معروف أنه عمره ولا انتقد يوم واحد المؤسسة العسكرية ولا انتقد حكم العسكر ولا تكلم عن دولة مدنية ولا انتقد النهار خفية أو علنا نظار ولا توفيق هذي يجب واحد يخبّلها مليح عبدالله الزرحابي كان يلعب هذا المشغول يحب يلعبها معارض وغضامنا ولكن مايفوت الحدود ويعرفون يحط رجليه هذا كله راح يوصلوا للوزارة الأولى لذلك تبقى ماهذا كيف يكشفنا له الزرحابي أخسرنا لهم الزرحابي وكيف يكذبونا يقول كيف يرى معلومات وماكشف منها لا تقوم بها 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 وتعشكارة تحوّص مشكين عندها قديم رجل عشرين سنة هو من بحر حين جيبدو يعطلوا وزير أول هما ما يهمهم مش عنده كفاءة ما عنده شعبية ما عنده شعبية كلهم عندهم شعبية وكلهم يخفوا الشعب وكلهم معاقدين من الشعب وكلهم أعداء الشعب بلك يجيبوا هذا راح بما شرح يغير شيء وانما يحطوا واحد دينهم وعلى بالهم ما هوش راح يا فرنسي لأنه اللعب فاز من الأول وبالتالي مدام هالعصابة موجودة من المستحيل أنه الجزائر تقدم لأنه ما كان حتى مشروع اقتصادي وماش يرحابي لرح يدير مشروع اقتصادي لأنه رحابي رح يبقى يخدم بأوامر الكابرانات ماشي الكابرانات تاع الصح كابران تاع الصح ومقدروا هذه الكابرانات اللي معلقين شنية رعبات يبقى يخدم بأوامرهم ننتظروا الأيام القادمة وراح ينشوفوا اسكو راح ينشدوا بهذا عباس الزرحابي ديالهم وإلا قالا زكارة بينوا بني الخبر ديال وما كاش منه شوفوا واحد آخر وربي ساهل عليهم يشوفوا واحد آخر السلام عليكم ورحمة الله وربي يقدر خل بلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام اشتركوا في القناة